ينضم إلينا من الخرطوم محيد دين جبريل مراسل الغد محيد دين أبعاد هذه الزيارة وأبرز أهدافها نهارك سعيد سينار هذه الزيارة التي قامت بها السيدة مريم الصادق المهدي لعاصمة جنوب السودان وإن كانت لها أبعاد قد تبدو قريبة بحسب كثير من المراقبين وهي زيارة جنوب السودان ضمن أولى محطاتها الخارجية نظرا للتعاون الكبير المنتظر والمرجو بين البلدين لتحقيق أهداف على الأقل منها أمنية واقتصادية ولكن يبدو بحسب مراقبين أن ما كان تخطط له مريم الصادق هو أبعد من زيارة جنوب السودان وهذا ما بدأ واضحا في تصريحاتها لعلها تريد أن ترسل رسائلها إلى الجارة الشرقية وهي أديس أبابا مريم الصادق المهدي قالت في حديثها أو في تصريحها الذي استمعنا إليه قبل قليل أنهم مستعدون لأي تعاون مع إثيوبيا وأشارت إلى أن إثيوبيا في حاجة إلى الأراضي الزراعية ونحن مستعدون للتعاون معهم دون التفريط في شبر هذه التصريحات تعني أن السودان ليس لديه مانع في أن يتوصل لأي اتفاق مع إثيوبيا على الأقل لمنحها أراضي زراعية هذا هو المعنى الواضح من هذا التصريح وسبق أن قاله وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح قال إن بلاده أيضا كررته مريم المهدي أن بلادها مستعدة للتعاون مع إثيوبيا وقالوا أنهم محتاجين إلى الأراضي الزراعية هذا يعني أن السودان ليس لديه مانع عن تعود الشركات الإثيوبية لاستزراع الأراضي في شرق السودان ولكن بصيغة أخرى الخرطوم تحدثت من قبل عن صيغة إجارات أو صيغة شراكة لكن أن تكون استثمارات أجنبية داخل الأراضي السودانية هذا ما يبدو أقرب المعاني لهذا التصريح الذي أدلت به مريم الصادق المهدي وكان قد أعلنته الخرطوم من قبل في مناسبة غير رسمية على لسان وزيرها فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق هذه الخرطوم ربما تعتبر جديدة الآن من السودان أن يتحدث عن استعداده للتعاون مع إثيوبيا ويتحدث عن تعاون في مجال الأراضي الزراعية دون التفريط في أي شبر من هذه الأرض هذا هو أقرب المعاني التي بدت واضحة من حديث مريم الصادق المهدي إذن من الخرطوم محيدين جبريل مراسل الغد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر